موسيقى حاميها وحراميها طلعوا اخوات مايفرقوش عن بعض نسخة مطبقة واحد تخصص عدل ومرافق والتاني بلطقة وخط وسرق واحد مقطع البطاقة شكله شير بمحيط جرق واحد مقطع البطاقة شكله شير بمحيط جرق والتاني غاوي يمشي رسمي وقانوني حتى في الخناء حرامي حرامي همه يبقى كفاءة لو ياخد غرزة مش فرق محامي اه محامي انجم لحت براءة يفرح له حتى يخدع الاخر حاميها وحراميها طلعوا اخوات مايفرقوش عن بعض نسخة مطبقة واحد تخصص عدل ومرافق والتاني بلطقة وخط وسرق موسيقى يعاني علي يعيش علشان عايز يجيب حق الانسان يلقى العادلة متغمية مسكوها في ايدا مزان فاكرين كده هيخلوها تساوي دايما بين الكل بس الابلس استعموها وكل ما ندور على حل يعطلونا بالفرق حاميها وحراميها طلعوا اخوات مايفرقوش عن بعض نسخة مطبقة واحد تخصص عدل ومرافق والتاني بلطقة وخط وسرق موسيقى يا خوفي على حد ابن حلال اجبالي ماشي يا دنيا شمال عمالي يسكد في ضمير ويكمل الشارعين البطال بيخبي في عيونه النظرة اللي تبينه للسفري وحاله يصعب عالكفره وكل يوم عمالة بطيق شكل الحياة دمي تتفق حراميها وحراميها طلعوا نسخة مطبقة واحد مقطع المطبقة شكل مقشي مطبقة والتاني غاوي يمشي رسمي وقنوني حتى في الخنات حابيها وحرابيها آه تعلوا إخوات اشتركوا في القناة 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 قالت ربنا يسطر دا العالم مليان وحوش في العشة عصفورة زيارة اشتركوا في القناة 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 يا ابني الله يبارك فيك يا كديب القمر العسل ده باع فاطين وهو صغير اللهم أصلي على النبي إيه ده يا موانا كنت أمور كده وأنا صغير مال إيه كنت اللهم أصلي على النبي يا قمر مال إيه اللي حصل أنا خدت عين ولا خدت على خطر ولا إيه اللي حصل بالزبط ما حصلش حاجة يا خولي ما انت زي القمر اهو أنا بقول البنوتة نسميها شهر إيه رأيك يا قط إحنا خلاص يا حماتي الحمد لله اتفان على الأسماء ومن بكرة هروح أطلع لهم شهادات الميلاد مش كده يا قط كده يا حبيب وإن شاء الله هتسمي إيه بقى يا فاطين ابني الولد صنهوري والبنت براقة إن شاء الله صنهوري وبرقة تاني يا لهوي يا لهوي الله يبارك فيك يا حماتي انت خلت فيك يا حماتي امسك يا بيت طالما بقى قلت امسك يا بنت وقمت وهتشمريلي يبقى هتتخانق وللتك طويلة عشقة أيو يا أخوي هتخانق لا في صنهوري ولا براقة إيه رأيك يا فاطين أقول لك يا شهر أنا مخنوق وتعبان وماليش نفسها تخانق ما تتصرف عم عزوز قد تبع بيت يا شهر عزوز ملا عزوز بالأسف يالله عدامي بدل ما جيب السكينة لا يا أخوي عامش عامش يالله ألف مبروك يا أولاد الله يبارك فيك يا أبا عم عزوز من شكر جدا شوفتيني وانا باشخد فيها اوه عجبتيني جدا الناس ما بتجيش غير بالسك ايوه طيب أنا هدخل بقى يا جماعة لشان أريح شوية لإني مش قاد رأف على رجل روح إنت يا دانايا وصيب قطر معي اللي لدي دي برضو نفسك وكمال عشان أملي عيني بالعيال ولو الوادسة نهوري أو البيت براقة عملوا أي شقاوة ابقوا ندوا علي على طول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ودي مش قليلة والي القلب مجموك دي قوي اللعبة دي تعالي الها انت إيه اللي خرجك من الهوضة متخافش عليها يا ميشو من ساعة ما خرجت ووي قاعدة معايا يا ابني لم أقزع مفاتحي دي عمانة عندي لحد ما اجدها توفيق يخرج من المستشفى ولا يهمة كبير انت إيه اللي خرجك من الهوضة احنا مش قلنا نسمع الكلام ما انت كنت نايم عايز نعمل لك ايه يعني في قطك اللي مش مترتبة دي كنت تنامي وانمي ازاي وانت مبرتح عالسريري انا مش بعرف انام غير في سريري الوحدي طب يلا بقى اخش نايمي ولا مش عايزها تروح للمدرسة لا هروح بس لسه مجليش نوم ماشي انا هنزل عشان عندي شغل طب ما تنزل حدا حيشك انا حيشك جودو حيشك جدو فاتحي حيشك خلاص يا ميشو انزل انت اروح شغلك وما تقلقش عليها وانا هوضى بلقى عصريرك وحنينها ماشي ماشي عمي توفيق اعمل ايه ان شاء الله هيبقى كويس انا دفعتبي دفعة احتاج حسابي المستشفى عارف ولو احتاج لحاجة زيادة هقولك يلا بقى اروح انت شغلك وما تقلقش تعبينك معنا هدوني عد الجميل بقى ماشي يلا بينا بقى عشان نقول جدو فاتحي على المفاجأة مبروك يا حاجة وحا تبالقيت شركة تسيحة تطلق علي الحاجة ومش كده وبس بالتقسيت المريح زي ما انت كنت عايز بالظرف ربنا يبارك لها يا رب الستة اسمع عشان صعبتني الف حمد وشكر ليك يا رب مبروك يا حاجة وحا في عملية كده في السريعة عزان تخلصها يا بك يا بحاجة واحد قرفني ومزع عليك من تي يا بحاجة مالحظي يدوني بيش مالحظي مالحظي كفا مالحظي ام لا مالحظي مالحظي وخاو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا رب يا رب سلام عليكم ونور طريق دولاتي يا رب وفتح في وشهم الأب ونور لهم طريقهم يا رب 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 هل تحصلت على المشاهدة؟ هل تحصلت على المشاهدة؟ هل تحصلت على المشاهدة؟ سوريا اخير ياما في ايه؟ مفيش حاجة بس الواتزمموري حاب يحسسنا موجود السواد يا زيحر ياديا ابني الكلف ياديما الفنوم قد حبانا يا ابني مش نفسة خش انت نام وانا حضبالي من صنوري كده 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 يا وبده صحيط ابو لا ياما انا الحمدلللل انا صحيط علشان يعني كنت عايزة يعني ادخل حمام بقى يالله اشتركوا في القناة 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 أشوف الشق بخير يا فاطين أشوف الشق بخير أنت مسافر ولا إيه آه مسافر خفت منهم وسلمت بدري يا صبري ملوش نزوم الكلام ده يا فاطين لا لو لزوم لأن أنت صبري أخويا وصحبي وحبيبي ما تخافش وما تقلقش من النهاردة يا رمز الحقيقة من النهاردة محدش هيقدر يقف قصادنا ويقف قصادك يا صاحب القلم الحر طول ما احنا إيد واحدة قوة واحدة ضد سيف الظلم والطغان صفوة لصار هذا الفاسد مفيش دليل على أنه فاسد يا فاطين خلاص يا صبري ما انت بشوفتنيش النهاردة وأنا بجلجل في المحكمة الدليل كان معايا وقدمته ومن بكرة هتتفتح كل الملفات في النيابة ودرغموا رجالتو زي ما خرجوا بالقانون هيدخلوا تاني هم هو رأس الأفع صفوة نصار وبالقانون لسه حكم المحكمة يا فاطين وحكم المحكمة هو عنوان الحقيقة اللي هتشرق على هذا البلد بعد ما نرجع عرضنا المنهوبة يا صبري انا عايزك تتفائل وتضحك انا متفائل متفائل جدا يا فاطين بس يعني مفيش داعي اننا نرمي الناس بالباطل اشوف اوشك بالخير يا فاطين استنى يا صبري استنى تراح فين بالزبط يا صبري انا شام مريحة مش ولابد كده جبت البدلة دي منين يا صبري بفلوسي انا باعت المكتب المكتب مايجبش متين جنيه يا معفن يا رمامة والشقة متأجرة انت جبت البدلة دي منين انا تعينت في جرنان كبير في مصر ومورتابي كمان هيكون كبير يبقى صفوة نصار قدر يشتريك يا صبري باعت القضية باعت قلمك الحر قصدي اللي كان حر ايوه اشتراني يا فاطين اشتراني خلاص ارتحت مش احصل مضايح حياتي ولا لسه في عزي شبابي يا صاحب القضية والعدل ودولة القانون والعدالة المنتظرة وليك نفسي تتكلم يا خاني الكلمة والقضية يا صبري اطلع برا يا صبري مش عايز اشوفه الشكتاني برا استمع صبري متخافش القلم ده بتاعي كنت واخده في مقتمر كان بيكرمني خسارة فيك تا ما تستحقش قال لي حاجة يا صبري برا صبري برا استمع كان فيه 35 جنيه كنت مسلفهم لك وقامس اخدر كورومبي كنت مدهولك يوم افتتاح هذه الجريدة فاكر يا صبري فاكر الجورنال اول ما تنزل مصر تبعتهم لي خسارة فيك برا 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 استمع يا كانت كل اللي اقدر اقولهولك يا صبري واقدر اقوله للخاين اللي باع القضية زيك واعلمه للعيال من بعدك ان لو الكل خان وباع القضية زيك يبقى كما قال الشاعر يا عمر همشي ويا الشحتين وابكي على حلم اللي تاب بس مش هشحت رغيف هشحت وطن لله برا صبري يلا بقى حكيلي عبالتي ايه النهاردة في المدرسة النهاردة كان عيد ميلاد ماير صح بتي وباباها ومامتها الجم وجابولها تورتة كبيرة وعملوا عيد ميلادها في المدرسة الله طب انك اللازم اكون موجود عشان اكل متورتة الحلوة دي بما انا عملت حسابي وجبتلك الشكوناتي هده الله يا حبيبي جده طيب سمع اتنين بقى انا نص وانت نص بس دي بتاعتك يا جده فاتحي انا كلت بتاعتي في المدرسة هو جد وتوفيق هيخرج انت من المستشفى بقى هيخرج يا حبيبتي ان شاء الله بس انت بقى عايزة يخرج ليه اول حاجة عشان وحشني اول وتاني حاجة وتاني حاجة وتاني حاجة عشان لما يخرج بالمستشفى يجيب لي تورتة كبيرة ونعمل عيد ميلادي في المدرسة زي ميار بس كده انا بنفسي حاجملك تورتة كبيرة جدا وحاجي معاك لغاية المدرسة ونعمل عيد الميلادي بس ازاي يا جده وهتنزل على السلم وحضرتك كده دي حاجة سهلة قوي يا ستي حمسك الترابزين وانزل واحدة واحدة ومقدرتش حخلي قبل دونيا تجيب لي اتنين يشلوني وينزلوني لغاية تحت مبسوطة يا ستي مبسوطة قوي يا جده صباح الخير صباح الخير طوى ميشو ساكني انا ايوا ابني في حاجة لا بسيطة عايزوني في شغل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة علىholders اشتركوا في القناة للتفيادي واحدة في اليمن يزاهر اشتركوا في القناة لتكون ترجمة نانسي قنقر ولا مكفقة قل حتة وساعدها لما تغلق الغلطة تبقى غلطة ولا انت حقيقي مغبر مظلوم والتهمة سفى يا راكب بسكيلتة وسايق في المبادئ فاكر القانون مسيطر وبتهرب من حقاية كباكب بسكيلتة وسايق في المبادئ فاكر القانون مسيطر وبتهرب من حقاية كان ممكن بالباكتة ما تكون شيف ليه يا فاي لكن ربا بيسطر قاوي حوص عالخداي بسو قلبي اترح نفسه آه نفسه وانت هتبقى انت نفرح من حياتك ونفرح من حياتك ونفرح من حياتك موسيقى لما تلاقي بالا بترميك عالرصيف وتشقيك عالرغيف وطول ما انت ضعيف ولا تزوى حاجة فيها وبتعمل محكامك عشان عايزك شريف فيقوي مالك شيكيك يتكون كائن قليف يجب علي وطيها كله حاسب الظروف متيجيك بيقضيها وفي قدامنا دوري حميها وحرميها يا عاكب بسكيلتة اوه 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 سايق في المبادئ فاكب الفارول مصيدة فاكب الفارول مصيدة كان ممكن بالباكتة ما تكونش في ليلة فاي لكن ربك بيسطر اوه ويحوط عن خداي وقلبي اترح نفسك هو انت تبقى انت انا خبت من حياتك ورابوك فاقل حدة